مساءكم لكل مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين مشروع تطبيق زاد فريش هو تطبيق متخصص يتخصص في توصيل الاحتياجات والأمور الأساسية لدى الأسرة بحيث يختلف عنك ويخفف سحمة الطرق والانتظار الطويل ويوصل لك المقاضي إلى بيتك خلوا نتعرف أكثر على صاحب هذا المشروع يا هلا فيك إبراهيم الجاسم أنت صاحب هذا التطبيق اللي هو زاد فريش يا هلا فيك يمكن هذا التطبيق جاء في وقته الحين طبعا وشيء بارك لك بشارك كريم وبارك المشاهدين والتطبيق شغالة الآن أتوقع موسم يمكن موسم يمكن موسم يمكن موسم يمكن طيب بداية فكرة التطبيق من وجدت التطبيق الفكرة بدت في نهاية 2015 بدأنا على ورق في 2016 فبروري عشان أكون تقيق أخوي الأستاذ سعود هو شريكي في المشروع قرر أنه ينقل الورق إلى واقع تجربة وقال لازم أنزل الفيلد وأجرب بنفسي بدأنا بشيء يسميناه مني ماركت شفنا المشاكل حاولنا نحلها غيرنا الفيجن حقنا غيرنا شيء كثيرا في مارس في أبريل بدأنا نكون فريق العمل والحمد لله في ستمبر كان فريق العمل جاهز وبدأنا نشتغل على التطبيق في نوفمبر أطلقنا التطبيق كMPV وبفضل خبرتنا التقنية من أول وبفضل ولد عمي اللي هو صاحب تطبيق هنجر ستيشن ساعدنا كثير صراحة أطلقناه وكان جدا سموث الموضوع كان سهل وتلقائي ممكن لا كان صعوبات سهل وتلقائي أنكم درستوا هذا الشيء وكيف ممكن أي واحد يقدر يسجل في هذا الأبليكيشن وكيف يقدر أنه يختار المنتجات اللي بيها طبعا حاولنا نكون التسجيل جدا سهل اللي هو UX User Experience أسهل شيء موجود بحيث أن الإنسان يدخل خلال ثلاث دقائق ممكن within three clicks يكون نمسوي check out وخالص فنقلنا فكرة البقالة الصغيرة لتدخل وتطلع إلى تطبيق بيدك بسرعة طيب ساعات العمل كيف ساعات العمل ساعات العمل حاليا عشان الكواليتي يكون عندنا جدا عالي حاولنا نقللها من 12 إلى 12 من 12 بعد الظهر إلى 12 بالليل بإذن واحد أحد راح نحاول نكون 24 hours خلال الأشهر القادمة طبع المنطقة التي تغطونها نغطي جميع مناطق الرياضة الآن المنطقة الشرقية غطيناها قبل أمس الظهران والخبر خلال الأسبوع الجاية نغطي الدمام ما شاء الله جدة إن شاء الله بعد رمضان راح نغطي جدة ومن هناك راح نغطي يعني حاليا المدن نقول الرئيسية اللي موجودة رئيسية طيب بعض المرات يعني أنا داخل أتقضى حتى في السبباركت العادي يمكن ما ألاقي مثلا المنتج اللي أنا أضع إذا صادفتكم هذه المشكلة إذا كان المنتج متوفر عندكم في الابليكيشن وحقيقة يمكن نفذ المنتج هذا واحد طلب وكيف ممكن تتصرفون في الابليكيشن بنفسه فيه خيار في صفحة اللي هو آخر شيء قبل كيكيد الطلب هل أنت تابعين المنتج يكلمك يكلمك الشخص عشان التبديل أو أنك مش مهم من نسبة لك فيحدف فإحنا تأكلك الخيار لك هل يحدف لك المنتج أو يبدله يبدله بأقرب شيء مقارب لا يكلمك ويسألك فيه مثلا ما فيه مراعي هذه ميزة مراحل وكويسة يعني الحمد لله بالذات يعني راح نطورها أكثر وأكثر بحيث أن يصير الموضوع أوتوميتد ما يحتاج كلمك ولا أي شيء طب طريقة الدفع عندنا ثلاث طرق دفع كاش ودليفري كاش ووقت الاستلام أو عن طريق المدى ووقت الاستلام أو بيزا وماستر كاب طيب يما أنا أطلب المنتج هذا كم أحتاج عشان يوصلني طبعا نحن عندنا عندنا جدولة عندك ثلاثة أيام قدامك وممكن تختارين الوقت المناسب لك كل ساعتين من 12 إلى 22 وثنتين لأربعة إلى الساعة 12 فأنت تختارين الوقت المناسب لك ويجيك خلال هذا الوقت بالإضافة إلى في الرياض خدمة خاصة نزلناها لسبوع اللي فات اللي هي إكسبرس ديليبري توصيل الفوري طيب أسعاركم مختلفة عن السوبر ماركت نفس أسعار السوبر ماركت بالضبط طيب تتعب نفسك وتروح تشتري إيش اللي حيفرق معاي إحصائيات تقول أن الأشخاص اللي عندهم تشكلست رايحين السوبر ماركت شانتك الضون الميزانية اللي ما تروح للدفع يزيزون عليها من 20 إلى 30% هذا أول شيء نوفر لك بدل ما تتفع 30 زيادة أول شيء ما تحتاجها اثنين الوقت والجهد بدل ما تروح من نص ساعة إلى ثلاث ساعة على حسب سلتك فهذا الوقت نحن اللي نقضي ونوفر لك ونوصل لك بالوقت اللي أنت طالب كفية تفكرنا شوية من الزحلة طبعا هذا شيء مهم طبعا أكيد نتمنى كل التوفيق وإن شاء الله يتطور إن شاء الله نسمع عن الابليكيش كل خير كل الشكر لك الأستاذ إبراهيم الجاسم صاحب تطبيق ومدير التنفيذي لزادة فرج شكرا لك شكرا جزيلا أزائي المشاهدين فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته في سيدتي بعد الفاصل كيف يحافظ مريض الغد الدراقية على صحته في رمضان والمختصين في سيدتي للتوضيح اشتركوا في القناة